أصدقاء المتابعين لقناة كوبت الكوجي أهلا بيكم في فيديو جديد على القناة تخيلوا معايا كده لو قلتلكم أن أحدث حاجة وصلت لها التكنولوجيا الحديثة اللي هي الزكاة الاصطناع المتطور أكدت لنا حقيقة مهمة جدا غيرت مفاهيم كتير أن أجزاء من النصوص القديمة اللي بنقراها النهاردة واللي الناس كتير بتشكك فيها اتكتبت من أكتر من 2300 سنة فاتت بالزبط زي ما هي عندنا دلوقتي من غير أي تعديل أو تغيير يتقال عليه دي مش حاجة خيالية ولا حكاية بنقولها دل حصل بالزبط في زكاة اصطناع عبقري اسمه إنوك عمل تحليل لألاف الحروف والكلمات من لفايف ومخطوطات البحر الميت الأديمة والاكتشافات اللي طلعت دمرت أي فكرة بتقول أن النصوص دي اتغيرت وتطورت مع الوقت أو أنها تحرفت وتزورت في الوقت اللي فيه المشاككين بيحاولوا يلاقوا أي تفسير يقلل من قيمة الاكتشاف ده اللفايف دي بتتكلم بصوت واضح ومسموع صوت أقوى من أي كلام تاني هي بتثبت بما لا يدع مجال للشك إن النصوص دي مكتوبة بالفعل من قرون طويلة قبل ميلاد المسيح نفسه وده بيأكد إنها محفوظة بدقة سنة 2025 اللي هي السنة دي الباحثين استخدموا الزكاة الاصطناعي علشان يفحصوا الخطوط المكتوبة على لفايف البحر الميت التقنية دي ما كانتش مجرد تحليل سطحي زي ما بنعمل بعنينه لأ دي كانت متطورة جدا لدرجة إنهم دربوا النظام ده إنه يحلل آلاف الحروف العبرية القديمة بدقة مش موجودة قبل كده دقة تفوق قدرة أي عين بشرية ما كانوش بيبصوا بس على شكل الحروف نفسها ده بصوا كمان على أدق التفاصيل اللي ممكن عين بشرية ما تلاحظهاش أبدا زي أنماط الخطوط الفردية اللي بيسموها Stroke Patterns اللي بتدل على طريقة كتابة كل ناسخ ودي زي بصمة إيد الكاتب وبصوا كمان على المسافات الدقيقة بين الحروف والكلمات اللي بيسموها Spacing اللي بتوري مدى الاتصاق في الكتابة وإنها ما كانتش بطريقة عشوائية وكمان الPressure اللي هو الضغط اللي كان بيستخدمه الكاتب على الألم وده بيقدر يميز بين النساخ المختلفين ويحدد مين كتب إيه بالزبط الهدف من التحليل الدقيق ده كان علشان يعرفه مين اللي كتب اللفايف دي وإمتى بالزبط وده بيساعد في تحديد عمر المخطوطة بدقة أكبر بكتير من الطرق التقليدية اللي كانت بتعتمد على الكربون المشاعة بس واللي لقوه غير مفهومهم عن تاريخ النصوص الأديمة وأكد على مصداقية النصوص بشكل مزهل صدمة الاكتشافات دي كانت في أن بعض اللفايف طلعت أقدم بكتير من اللي كان أي حد يتخيله وممكن تكون اتكتبت في وقت بدري جدا زي سنة 300 قبل الميلاد يعني ده من قرون طويلة قبل ما المسيح يتولد وقبل ما يبدأ خدمته كمان على الأرض الأهم من كده أن الاكتشافات دي بتأكد أن النصوص دي مش مجرد حكايات اتكونت متأخر أو تعديلات دينية اضافت بعدين علشان تناسب روايات معينة أو فكرة معينة زي ما كان بيدعي المشككون اللي بيحاولوا يشككوا في النصوص دي لا ده النصوص دي قديمة جدا ومتمسكة في محتواها بشكل مزهل وممكن تتبع تاريخها بدقة متناهية وده بيزبط استقرار النصوص عبر الزمن وده دليل قوي جدا على أنها محفوظة والأكتر إبهار أن الزكاة الاصطناعي أكد أن فيه كذا ناسخ اشتغلوا على نفس النصوص بدقة مزهلة وده بيظهر مدى التزامهم بنقل النص بحرفية عالية جدا وكأنهم كانوا عارفين أنهم بينقلوا كلام مهم لا يجوز تحريفه أو تغييره ده بيشير لعملية نقل دقيقة وموثوقة لأصفار العهد الأديم على مر الأجيال مش عملية فوضوية أو بناء حكايات زي ما كان بيتقال من بعض المشككين ومن ضمن اللفايف دي فيه لفافة 0 إشعية 53 اللي بتوصف شخصية بتعاني وبتطعن علشان خطايا ناس تانية وبتتحمل ألمهم وموتهم النص ده اتكتب قبل ما فكرة الصلب تكون موجودة أصلا بكتير في الواقع الزمني وقبل ما الأحداث اللي بيوصفها النص تحصل بالتبصيل في حياة وموت وقيامة المسيح وده بيعتبر دليل قاطع على دقة هذه النبوات لما علماء الأثار اكتشفوا لفايف البحر الميت لأول مرة في الأربعينيات من القرن اللي فات كانوا عارفين أنهم مسكين في إيديهم بعض من أقدم المخطوطات الكتابية اللي تم العثور عليها على الإطلاق لكن التواريخ الدقيقة بتاعتها كانت محل نقاش وجدل كبير بين العلماء دلوقتي الزكاة الاصطناعي وتقنيات الاختبارات المتقدمة بالكربون المشاع عملوا نقلة كبيرة وغيروا كل حاجة في تحديد التواريخ دي الفحوصات الأخيرة بينت أن كتير من اللفايف دي مش من سنة 100 أو 200 قبل الميلاد زي ما كان مفترض زمان لأ دي كمان ممكن تكون من 300 قبل الميلاد ده بيخلي النصوص دي أقدم بكتير من أي تعديلات مزعومة وبيقضي على أي شك في أصلتها وبيثبت أنها وصلت لنا زي ما تكتبت أول مرة وده مهم جدا لأي واحد مهتم بالدراسات التاريخية أو اللي بيدور على الحقيقة بجد النقاط غالبا بيدعوا أن النصوص دي تغيرت مع مرور الوقت أو تعاد كتابتها علشان تناسب قصة معينة أو فكرة معينة خصوصا الأجزاء اللي بتتكلم عن أحداث مستقبلية لكن اللفايف دي بتسكت الإدعاء ده تماما وبتقدم دليل مادة قاطع ما نقدرش ننكره الأوصاف والأسماء والتعليم الأخلاقية كلها موجودة هناك زي ما هي بالظبط من غير أي لمس أو تغيير وكمان في لفايف عمرها أكتر من 2300 سنة وده بيثبت استقرار النصوص عبر الزمن ودقة حفظها ولو كانت النصوص دي سبتة ومحفوظة بالشكل ده لمئات السنين قبل المسيح يبقى دقة النصوص دي مش صدفة أو مجرد حز بل دي حقيقة أثبتها الحفظ والصيانة حتى في الكهوف الجفة في قمران اللي ساعدت على حفظها بشكل مزهل المشاككين كانوا بيدعوا أن النصوص دي اتطورت وأن النساخ غيروا القصص وعدلوا الأفكار وشكلوا النبوات بعدما الأحداث حصلت خصوصا النبوات اللي بتتكلم عن المسيح نظريتهم كانت بتقول المسيح حقق الحاجات دي بس علشان المسيحيين عدلوا النص علشان ينسبوا لكن لفايف البحر الميت اللي تم تحديد تاريخها دلوقتي على أنها أقدم مما كنا نعتقد بتدمر الإدعاء ده تماما وبتثبت أن النبوات كانت موجودة قبل المسيح بقرون طويلة وده بيخلي فكرة التعديل بعد الحدث مستحيلة تماما ده بيؤكد أن المسيح جه وحقق النبوات اللي كانت موجودة بالفعل مش أن النبوات اتكتبت علشان تنسبوا وهنا في حاجة يمكن لمعظم الناس تكون مفاجأة كذا لفافة اتكتبت حتى قبل ما موقع قمران نفسه يتسكن ده معناه أن دي ما كانتش نصوص عملتها جماعة هامشية أو طائفة معينة زي جماعة العسينيين اللي كانوا بيسكنوا قمران ما كانتش نصوص تقلفت في عزلة أو تعدلت في كهوف لا دي جات من برة وكانت مستخدمة بالفعل وكانت بتعتبر مقدسة وموثوقة على نطاق واسع قبل ما مجتمع قمران نفسه يكون موجود وده كمان بيدمر الإدعاء اللي بيقول أن لفايف البحر الميت بتمثل نسخة محدودة أو متعدلة من العهد الأديم أو أنها مجرد نصوص خاصة بطائفة معينة بدل كده هي بتأكد ده أن نبوات الأصفر المقدسة زي إشعية والمزامير ودانيال كانت معروفة بالفعل واتنسخت بالفعل وكانت الناس مؤمنة بيها بالفعل على نطاق واسع في المجتمع اليهودي قبل المسيح ده بيد النصوص دي مصداقية تاريخية وروحية لا يمكن إنكرها ومش لازم تصدق كلام أي حد ممكن تقرأ لفافة إشعية كاملة بنفسك على الإنترنت في نسخ رقمية متاحة للجميع خلينا أرى لك كام آية بس من الإصاح 53 اللي تكتبت من مئات السنين قبل ميلاد المسيح النص كده بيقول مختقر ومخزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكأن وجهه مصطور عنه مختقر فلم نعتبره لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزللا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاهو كشات تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاهو من الضيق ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء إنه ضرب من أجل ذنب شعبي لو قريت العهد الجديد قبل كده هتعرف بالظبط مين اللي الكلام ده بيتكلم عنه ففكرة إن النصوص تم تركبها علشان تناسب شخص معين اتهدمت تماما تحت وزن البرضيات الأديمة دي المسيح حقق اللي كان موجود بالفعل نبوة كانت مختومة في الكهوف وتفتحت في الوقت المثالي علشان تشهد ليه وتؤكد هويته من سفر التكوين لسفر التسنية ومن المزامير لإشعية الاتصاق والتماسك اللي في النصوص دي مزل بشكل رهيب العلماء قرنوا اللفايف بالترجمات الحديثة ولقوا اختلافات بسيطة جدا في النصخ معظمها ما بيغيرش المعنى أو الرسالة الأساسية للنص ده بيأكد إن النصوص اللي بنقراها النهاردة هي هي النصوص اللي كانت معاهم زمان وده بيعزز مصدقيتها كنصوص حقيقية وبيبطل أي ادعاء بالتحريف كان المفروض ده يبقى احتفال للمؤرخين وعلماء الأثار ذكاء اصطناعي متطور بيساعدنا نحدد تاريخ النصوص القديمة بدقة أكتر من أي وقت فات لكن بدل ما يهز مصدقية النصوص هو أكدها ودي مشكلة بالنسبة لبعض الدوائر اللي كان عندها أهداف معينة أو اللي بترفض الحقائق اللي بتتعارض مع معتقداتها لأن لسنين وعقود طويلة النقاد كانوا بيجدلوا إن النصوص اتعدلت بعد الأحداث اللي تنبأوا بيها علشان تبان كأنها نبوة لكن دلوقتي لفايف فيها نبوات واضحة وحسابات حروب وإدعاءات مهمة تم تأكيد إنها أقدم من زمن المسيح ومتطبقة مع النصوص اللي بنمسكها في أدنا النهاردة وده ما بيتفقش مع السيناريو اللي كانوا بيرسموه فبدل الإثارة والاحتفال بالاكتشافات العلمية بتلاقي صمت أو أسوأ من كده تلاعب بالكلام ومحاولة للتقليل من شأن الاكتشاف ده فهتلاقي ناس بيقولوا دي مجرد نقطة بيانات واحدة أو الزكاة الاصطناعي ما يعرفش كده بجد لكن ده نفس العلم اللي كانوا بيثقوا فيه لحد ما دعم النصوص الخاصة بيهم فده ما كانش المفروض يحصل بس حصل دلوقتي الدليل موجود قدامنا على الطاولة السؤال هو هيعملوا به إيه؟ أو الأفضل من كده أنت هتعمل به إيه؟ فقبل ما علماء الأثار يلمسوا لفايف البحر الميت أو الزكاة الاصطناعي يفحص الحبر القديم الحقيقة كانت موجودة بالفعل كل نبوة كل وعد كل آية اتحفزت بدقة متناهية على مر قرون من النسخ والفوضى والنفي والحروب مش عشان البشر كانوا كاملين في النسخ لكن علشان فيه قوة حافزة حفزتها ولو النصوص دي اتحفزت بالدقة دي يبقى نقدر نثق في اللي بتقوله عن الأحداث المهمة وعن المستقبل وعنك أنت كمان اللفايف أدئمة الذكاء الاصطناعي متطور وهم الاثنين بيشيروا في اتجاه واحد النصوص دي حقيقية وموثوق فيها وهي ثابتة لا تتغير ولا تتحرف هسيب لكم المصادر في التعليق المثبت أسفل الفيديو أتمنى يكون الموضوع عفادكم شاركوني بقراءكم وتعليقاتكم تحت الفيديو واستنوني في موضوعات تانية كتير إلى اللقاء واشوفكم في فيديو جديد شكرا